اهلا بحضراتكم مرة ثانية لسه معكم من خلال الاهل الليلة وحنبدأ الآن فقرتنا الرئيسية اليوم وفي هذه الحلقة هذا الحوار مع الدكتور أمين الحمالي مش دكتور أيمن زي ما أنا قلت قبل الفاصل أنا بصلح لنفسي هنا مع حضراتكم وهو المدير التنفيذي لمجموعة أو شركة طب جروب أولا أهلا بحضرتك دكتور أمين وسعدها بوجودك معنا النهاردة في الأهل الليلة وحنبدأ بتعريف يعني السادة المشاهدين وعضاء النادي الأهلي ومحبي النادي ومتابعي القناة أكيد بيحبين يعرفوا تفاصيل أكتر عن أي كيان بيتعاقد أو يتعامل مع النادي الأهلي وكمان عن المصطلح اللي تم استخدامه أو عنوان الشركة نفسه اللي فيه مصطلح عربي مع بعض الجمل أو العبارات الإنجليزية طيب مساء الخيري الأول أهلا بحضراتك أنا اسمي أمين الحميلي مديري تنفيذي لشركة TGMS TGMS هي شركة مساهمة مصرية باستثمارات مصريين عاملين في الخارج الفكرة من الشركة أن هي بتعمل في المجال الصحي بفراحها برا مصر إذن في السعودية أو في الإمارات في المجال الصحي ألمس بقالنا 15 سنة عندنا مين؟ مين لحاجتين أول حاجة هو جهاز الكرايو ده الجهاز اللي احنا مجايين نتكلم مين لعشانه النهاردة والحاجة الثانية تطبيق اسمه استشارة التطبيق ده بيعمل على خدمة جماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بحيث أنه هو بيسهل الوصول للدكتور نتعلينا نتكلم شوي أول عن الجهاز جهاز اسمه كرايو الكرايو بالضبط فكرة الكرايو والكرايو إزاي بدأت أصلا كرايو دي كلمة بتعني التالج الكرايو ثيرابي فالعلاج بالتبريد الفكرة من طريقة العلاج دي بدأت سنة 1981 في اليابان عن طريق عالم ياباني كان اكتشفها عشان يعالج بيها الروماتوريد أرثريتس أو بنتكلم فيها الروماتيزم وابتدت الفكرة دي دخل في أبحاث وطور أبحاث كتير بزياد في منطقة أوروبا ومنطقة روسيا ويطوروا من الفكرة دي لحد ما وصلوا لحاجة اسمها الكرايو سونا الموضوع ده ابتدى في سنة بالزبط 92 ابتدت موضوع الكرايو سونا الكرايو سونا ده ببساطة جديدة جدا أنه هو عايز يدخل كل الجسم تحت درجة تبريد علي 94 اتعامل أول منتجع صحي للعلاج بالتبريد تحت درجة حرارة منخافضة جدا بنتكلم في مينوس 130 130 درجة حتى الصفر بتوصل لحد مينوس 150 160 كمان ابتدى الموضوع يكبر أكتر أنه يبقى فيه أبحاث أكتر ويبقى فيه مؤتمرات سنوية فبقى فيه مؤتمر سنوي بيتعامل في سنة بالزبط يعني الظهور نفسه لفكرة العلاج أو منهج العلاج بهذا الشكل وبالطريقة دي بالتلج أو بالتبريد بدأ في التمانينيات وظهر أكثر من خلال أول مركز أنشئ عالميا في التسعينيات العلاج بالتلج في الفترة اللي فاتت في آخر عشر سنين كنا بنكلم مثلا إيه بنلاقي بعض المدربين أو المعالجين في العلاج الطبيعي بيحط كياس التلج مكان الكادمات أو ما إلى ذلك ابتدى موضوع يتطور شوية بقى فيه بنشوف اللي هي أحواض التلج اللي هو بيدخل فيها بيقعد فيها حوالي 45 دقيقة عشان يقلل من إجهاد العضلة بعد كان موضوع يتطور في موضوع بقى الكرايو ثيرابي ده أو طريق الكرايو تشامبر إنه هو بقى بيدخل جو الجهاز تحت درجة ماينس 130 لمدة 3 دقائق بس تمام فيقول الحراكة من 2008 لحد النهاردة على عشر سنين فيه مؤتمر سنو بيتعامل مؤتمر طبي للعلاج بالتبريد عن طريق الكرايو ثيرابي ده كده المختصة هل التجربة دي حصل لها نوع من التوسع أو السبريدنج أكتر في العالم مع انديده مع رياضيين محترفين يعني التجربة حياسا على أو بتتم في مصر وبننقلها المصر والنادي الأهلي حياسا على نجاحات مضبطة سابقا في العالم ده بقى موضوع كبير جدا يعني لو خدنا الموضوع على المنتخبات أو أجيب لك الحاجة الريسن تماما في 2018 كان كاس العالم كاس العالم منتخب روسيا منتخب اليابان منتخب فرنسا كانوا الثلاثة بيستخدموا الكرايو ثيرابي ده في بورتبول يعني حضرت كده فيه بس كبير معمول بيشكون شايل الجهاز ده عشان لعيبة في أثناء التمرين أو في تلقلات ما بين المدن في روسيا لازم يدخلوا ياخدوا السيشن ستاعتهم ده كده لن نتكلم على المنتخبات يهي حاجة بتتعامل للعيبين بشكل دوري طول الوقت مع صفرهم مع تحركاتهم صحيح الحاجة الثانية أنا ميني نتكلم بقى على أنديد مستوى الأندية وفروب 2006 كان أقل فريق استخدم لعيبة ما كانش فيه عنده تبديل لعيبة كتير بسبب موضوع الكريوثرابي كان هو يعتبر أنه هو أول فريق ما دخله ابتعد الموضوع يتطور شوية فانديد نتكلم بقى على أنديدية كبيرة جدا فانديد نتكلم على فروكزامل مثلا ريال مدريد برشلونة حضرتك تقصد أنه مع لاستر سيتي كانت تجربة بيعتمد على عدد أقل من اللاعبين أو في ثبات في التشكيل لأن اللاعب مش بيجهد نتيجة لأنه بيحظى بالعلاج السليم ده عن طريق الجهاز هو ده بالزبط لأنه هو كمان قلل نسبة الإصابات فما قال المدارب عنده ساعتها مش محتاجة التشكيل بتاعه حالته كويسة ومش مجهدين ومش مصابين صحيح نتكلم على بعض الأندية التانية نتكلم على ريال مدريد نتكلم على برشلونة الاتنين عندهم الأجهزة دول بالإضافة بقى خلينا نقول لك على حاجة بحيزة كريستيانو رونالدو كريستيانو جايب الجهاز عنده في البيت يعني مش بجرد نوعه بس في النادي ونقول لهم هو معتمد عليه بذات بعد التدريب فجايب الجهاز عنده الشامبر دي موجود عنده في البيت ده جزء من تفاصيل حياته اليومية خلاص كرياضي محترف صحيح طيب دي هتبقى أول تجربة في مصر خلينا نقول إنه كمان في بعض التفاصيل إن حضاك بتقول ولسه هندخل في تفاصيل كتير جدا عن طريقة العلاج وإزاي بيخدم الرياضين أو ممكن إيه النقلة اللي ممكن يحدثها لأنه أكيد كل جمهورنا بيسأل عن الجهاز ده ممكن يقلل أو يقي اللي عابين شر الإصابات خصوصا إنها كانت متكررة بشدة ومؤثرة على نتاج الفريق في الفترة الفاتحة خلينا نتكلم عن دوره في مواجهة الإصابات خلينا نتكلم إن الجهاز أصلا بيشتغل إزاي وإيه الهدف منه إنه هو يقلل الإصابات بعد الإجهاد المتكرر في التدريبات وبعد كمان في الضغط في المتشاط بتزيد نسبة حمض في العضلة اسمه لاكتك أسد اللاكتك أسد هو ده المسبب الرئيسي لأنه هو بيعمل إجهاد للعضلة وألام العضلات الفكرة من الجهاز أول حاجة بتسبب ألام في العضلات دايما لاكتك أسد بعد أي تمرين حتى في الجام في أي حاجة يعني حتى ما نيجي نتكلم دلوقتي مع النكالم بيلعوه في الكاراتي تلاقي نهو بي دايما بيمشي كيس تلج عشان بيحاول يكسر لاكتك أسد على قد ما يقدر عشان يقل الإجهاد العضلة فما نيجي نتكلم بقى على فريق كورة فريق كورة الأول لنادي الأهلي ونكلم مع فريق كورة عموما نازل بيتعرضوا الإجهاد عالي جدا في التمرينات وبيبقى فيه فريق أحمال عشان إزاي يقدروا أن هما يعلوا من الأحمال أن هما يقدروا يستحملوها وكمان بعض المتشاط ففكرة الجهاز ببساطة أنه بيعرض الجسم لدرجة حرارة قليلة جدا عشان عايز يوصل أن درجة حرارة بتاعت الجلد نفسه تبقى توصل اتنين تحت الصفر ولو تكلمنا عن الجهاز نسمع حضرتك شايفين صورة الجهاز قدامنا على الشاشة الصورة قدامنا ويا ريت حضرتك تشحلها تفاصيل أكتر ونسمع عن الديتيلز الخاصة والجهاز فزي ما قلت حرارةك هو هنا الجهاز عبارة عن وحدتين الوحدة الخارجية اللي قدامنا على الصورة دي على طول عبارة عن ده المكان اللي بيدخل في اللعب المكان ده بيدخله بيكون درجة الحرارة جوه 130 درجة حتى الصفر الدرجة الحرارة دي بتوصل عن طريق اللاعب بيدخل جوه بيكون رأسه بس هي اللي بره آآ يعني بيقعد بالكامل جوه الجهاز مع عدم منطقة الرأبة والرأس بس بس الرأبة والرأس هي اللي في الخارج فقط زي ما كنا شايفين كمان دي ري براي بايدوي يعني ري براي هنا بالزبط وهو في الجهاز بتاع الكرايس هنا كل اللي بيكون بره هي بس الرأس وممكن يطلع عيده وهنا كمان يعني حتى احنا على اللعيبة عندنا إن شاء الله هيكون مع لابسين جلوفز يعني بيكون لازم اغطين الإيدين مجرد بس الرأس هي اللي بتكمره الوحدة بقى اللي جنبه هناك دي دي بتكون اللي بيكون فيها اللي بيحصل فيها تغير في درجة الحرارة فيها liquid nitrogen أو نتكلم عن ال declare الواحدة اللي بيكون فيها اللعب والمنطقة اللي بيحصل فيها تغير الحرارة طيب يعني ده ده لو قلنا إن ده خلاص بدأ يتطبق على اللعبين في النادي الاهلي أول تجربة بتتم في مصر ومنقولها طبعا التجارب اللي بتتم أعتقد على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط هنقول إن ده تأثيره المباشر علميا المثبت على اللاعب إيه لعب مجهد من كثرة الارتباطات واحد من نجوم النادي الأهل وبدأنا نستخدم الجهاز ده إيه التأثير اللي مثبت ومؤكد علميا عليه طيب فيه أكتر من إثبات علمي خلينا نخدهم على حاجة حاجة رقم واحد العضلات تمام فزي ما تكلمنا إنه هو بيقلل موضوع اللاكتك أسد اللي هو بيكون المسبب الرئيسي في إجهاد العضل فباستخدام الجهاز ده بيستخدم قبل التمرين وبعد التمرين وبعد المباراة فبنقول إنه هو بيستخدم مثلا خمس أيام في الأسبوع فبيرفع هنا قدرة العضلة إنها تستحمل إجهاد أكتر فبالتالي اللاعب يقدر يؤدي بشكل أعلى تعالي ناخد مثلا مثال بيعلي قدرة التحمل وبيساعد على سرعة الهيلينج أو الاستشفاء بتاعة الإجهاد يعني أعتقد مثلا كان فيه إجهاد كامل في العضلة عند وليد أزارو وليد أزارو لو كان مثلا في حالة استخدامه للجهاز ده سرعة الاستشفاء زائد إنه هو كان ممكن إنه إحنا ما يحصلش أصلا المشكلة الحاصلة عنده في العضلة دي تبع لي جدا لأن استخدام الجهاز ده بصورة مستمرة بالنسبة لللاعبين أثناء التمرين قبل التمرين وبعد التمرين وبعد المباراة بيعلي قدرة الاحتمال في إنه هو يقدر يؤدي بشكل أحسن ولو حصلت إصابة لقدر الله بيساعد إنه هو يسرع عملية الاستشفاء بشكل كبير جدا يعني بتؤثر فيه برنامج العلاج بيستغرق قد إيه والمدة الزمنية المتوقعة لرجوع اللعب وبيقلل من فرص إن إصابته تاخد وقت أكتر في العلاج أو تستمر أكتر في غيابه عن ملعب بيقلل نسبة الاستشفاء بحوالي 70% يعني لو هو متكلم مثلا يسرع المدة الزمنية لها بنسبة 70% بالضبط يعني متوقع أنه لو لعب بالطرق العادية إصابته بيقول الطبيب أو الجهاز الطبي لنادي الأهلي إنها بتستغرق عشر تيام لإصابته من إجهاد أو شد أو وتفر إصابات ممكن تتعالج يعني فترة زمنية قليلة ممكن الجهاز ده حولها العلاج في ثلاثة يام بالضبط بالضبط دي النسبة اللي هي تم تأكدها بالضبط طيب هنتكلم شوية عن بعض الأمور الخاصة كمان بتقافة اللاعبين هل محتاجة من اللاعب نوع من الأمانة في التطبيق وفي التنفيذ وفي التركيز على الأمر إنه يبقى هو اللاعب نفسه مدرك أهمية تطبيق البرنامج ده هل اللاعب لازم يساعد في الأوقات اللي بيعودها مش عافية ساشنز من ديتها قد إيه الدكتور قال له كام مرة حيقعد في الجهاز ويتابع ده هل ده له دور فيه إن العلاج يكتمل ويبقى أكورت أو ضخيق ولا طيب خلينا أقول الحركة على حاجة النادي الأهلي ومجلس أورة النادي الأهلي عندهم خطة لتطوير المنظومة الصحية والطبية جوه النادي وبالذات كمان مع الفريق الأول لكورة القدم فالمطلوب هنا من اللاعبة إنه طبعا التزام تام بمعنى عشان نقدر إنه نقوله هو النادي الأهلي طبعا بلا منازع هو الفريق الأول اللي موجود في الشرق الأوسط وبنتكلم في أفريقيا بالضبط فهو نادي القرن فعشان نقدر نواكب الأندية اللي موجودة كمان في أوروبا وبنتكلم على الأندية المتقدمة جدا في العلاج وإزاي في حالات الاستشفاء فالمطلوب هنا من اللاعب هو الالتزام التام بتعليمات الفريق الطبي اللي مصاحب لفريق كورة القدم بمعنى إحنا هنبتدي مثلا أول الاستخدام للجهاز هيكون مثلا بنتكلم في ثلاث تيام في الأسبوع بعد كده تطلع لحد خمس تيام في الأسبوع قبل التمرين وبعد التمرين فلازم يكون فيه التزام تام من اللاعب تجاه استخدام الجهاز ده لأن الجهاز ده تطلب بالاسم من لعيبة كبار كمان موجودين برا مصر فهيهمنا طبعا أن يكون كل اللاعبة ملتزمين بالجهاز والأجهزة دي بتبقى هي يونة واحدة بيتعقد على وجودها نادي كورة قدم أو فريق كورة قدم حجم اللود اللي ملقى عليها يتحمل فريق كورة قدم أو بشكل دوري مع كثرة الارتباطات الموجودة عن نادي زي نادي الآن ما بيحتاجش أكتر من بديل هو الواقع أنه بيحتاج جهاز واحد ولكن خلينا أقولك بقى اهتمام مجلس الإدارة واهتمام كابتل معمول الخطيب بالموضوع ده أنه أصر أنه يكون فيه جهازين ليه أقولك لو حصل أي أمر طارق ما معطلش الخطيب وليه نخلي الناس ستنوا ليه أمر طارق خلينا يبقى فيه جهازين الجهازين متوجدين الجهازين إن شاء الله يوصلوا مع بعض بحيث أن الفريق يقدر أنه هو يستخدم الجهازين في أي وقت وكمان لو حبينا ننقل الجهاز من مكان لمكان ده حيدي وفرة وسهولة في الوقت وفي أنه يستوعب اللاعبين في وقت أقل في الجلسات نفسها العلاجية في نفس الوقت لو حصل أمر طارق يبقى لو جهاز معطل لأي سبب يبقى فيه جهاز شغال مع الفريق ما نفقدش الميزة دي فوضح أن دي كانت رؤية المجلس ولكابتر محمود الخطيب زي ما حالك قلت على وجه التحديد طيب كمان عندي تفاصيل هنا بتقول إنه فيه أمور متعلقة بالأعضاء بعضاء النادي كمان إن الأمر مش الفايدة منه تعود على اللاعبين بس طيب خليني أتكلم بقى هنا على نقطة التعاقد ونرجع خطوة بس التعاقد مع شركة تي جي ام اس كان مبني على حاجتين رقم واحد على الجهاز ورقم اتنين على التطبيق وكان الموضوع بدأ إزاي من الأول كان إحنا من أول ما أسسنا الشركة وكان عندنا هدف إن إحنا يكون لنا بداية مع كيان كبير وكان مفيش طبعا أحسن من كيان النادي الأهلي فابتدينا إن إحنا نعرض الموضوع على النادي وقدرنا نوصل مع كابتن مهند الدكتور مهند وسمع الموضوع بالكامل وكان حاضر كمان دكتور مهند مجدي دكتور مهند مجدي بالضبط وعرض الموضوع على كابتن محمود الخطيب وبعدين اتعرض على الفريق الفني لسارتي وكمان دكتور خالد وكان فيه موافقة تمة على موضوع الجهاز وكان فيه حاجة مصاحبة كمان للجهاز هو التطبيق استشارة استشارة ده تطبيق تم التعاقد عليه كمان عشان يخدم أعضاء النادي الأهلي بمعنى التطبيق ده عبارة عن وسيلة إنك تقدر توصل لطبيب في خلال أربع دقائي 24 ساعة 7 طيام في الأسبوع فأي عضو من أعضاء النادي الأهلي أو من جماهير النادي الأهلي يقدروا إن هما يوصلوا للطبيب ده عن طريق موبايل أبليكيشن أو عن طريق الويب سايت أربع دقائي الدكتور بيرد عليه يقدر بقى يطلع له يبعث صور سواء فمسلا هو عنده سكن رايش عنده حساية فعايز يصورها ويبعثها عايز يبعث رشدة عشان يعرف فيه يعمل إيه أو عايز معاه تحليل أو أشعة فياخد فيها رأي دكتور في خدمة طبية تم الاتفاق على تقديمها بشكل رقمي بشكل ديجيتال لكل الأعضاء في نادي الأهلي بالزبط للاستشارات الطبية للاستشارات الطبية هي الفكرة منها إن أنت يعني خلينا نتكلم كده بالبلد هي أنت النهاردة لو أنت تعرف دكتور أو تعرف صيدالي فأنت عايز تعرف هو يوجيهك إزاي بس مش كل الناس تقدر أن الخدمة دي متاحة بالنسباله نوايا يكون يعرف دكتور فإحنا بنوفر الخدمة دي إن أنت الدكتور هتوصله يقدر يوجيهك إيه لا تمشي إزاي في خطوات العلاج على طول توجيه يكون صحيح وده خلاص إنه جزء من هذا التعاقد إن هذه الخدمة الأبليكيشن أو الخدمة الرقمية الطبية اللي هتقدم لأعضاء الجمعية العمية ده حيث هيبدأ تنفيذها مع بدء عمل أو تشغيل الأجهزة دي إن شاء الله هنتكلم شوية عن ثقافتنا إحنا وجونا في مصر وفي المنطقة العربية وفي قارة أفريقيا رغم اختلافها طبعا من بعض المناطق الأخرى إحنا جونا بيقال عنه في العالم إنه جو متوسط في الصيف درجة البرودة في الشتاء أو درجة الحرارة في الصيف يعني من المناطق المقبولة في العالم مقارنة بالحر اللي أكتر مننا والبرد القارس أشد مننا فهل لاعبين ما فيش أي نوع من المتعقع أو ضرر عليهم إن التعرض لدرجات حرارة توصل لـ 130 طيب في الحالة دي خليني أقول لك الجهاز آمن تماما يعني حتى لو إحنا مش متعودين على درجة الحرارة المنخفضة جدا زي أوروبا أو روسيا أو ما إلى ذلك الجهاز آمن تماما لأن اللاعب يدخل جوه الجهاز من دقيقتين لتلاتة بحد أخصى في درجة حرارة ماينس 130 ودي درجة الحرارة اللي أثبتت بأبحاث علمية إن هي درجة الحرارة اللي عندها بيكون الاستشفاء فبالتالي هل إنه في صعيد أفاكس لا مفيش أي تقريبا أي صعيد أفاكس كل أكيد خايف على لعبتنا يعني فكل نحن خايفين عليهم أكثر من أي حد ده أكيد إن بقى كل الحسابات الخاصة بإن ده ملوش أي ضرر على اللاعب حتى اللي مش معتاد اللعب أو الحياة في الأجواء اللي بتوصل لدرجة الحرارة بالشكل تماما تماما ما حيب أطمن كل الجماعير ما فيش أي مشكلة خالص ما فيش أي خوف على اللاعبة من استخدام الجهاز ده إن شاء الله طيب هل تتوقع أن النادي الأهل إحنا عندنا صور تانية ريت حذك تكلمنا برضو عن بعض ده جاريث بيل بيتكلم هنا ريال مدريد ستار جاريث بيل كيبس إنه بيبقى جاريث بيل في قمة حالته البدنية وجهزيته هنا بيتكلم عن الجهاز ده برضو آه بيتكلم على نفس الجهاز وإحنا زي بنا شايفين هنا برضو هو دايماً هو كله إمرسد أو كله داخل الجهاز مع عدد الراس بس وهنا بيتكلم إنه هو دايماً متعود إنه هو يدخل الجهاز ده قبل وبعد التمرين آه طبعاً تفاصيل هنا إنه هو يعني هو بيتكلم إنه ده بشكل دوري مع كل تدريباته قبل وبعد تدريباته بيكون جوة الشامبر دي أو جوة الغرفة بزرعة يعني واضح إن التجربة كمان الشركات العاملة في المجال ده أو ربما الشركة اللي أنتوا تستوردوا منها يعني اللي هي منتجة لهذا النوع من العلاج أو لهذا النوع من الثرابي الرياضية تعقدت مع نجوم من أشهر نجوم العالم لإثبات تجربتها لتسويق المنتج ده وإن هم عملوا تجارب مع نجوم مشهورين جداً زي جارت بيل طب طيب تتواقع إن تجربة دي ممكن تبقى يحصل لها انتشار في مصر تجربة إن شاء الله هتنجح جداً مع النادي تتواقع إن هيبقى مصر سوق كبير رياضياً مصر فيها انفتاح كبير جداً الفترة دي على جميع المستويات فما نيجي نتكلم على مستوى الطب الرياضي طبعاً أتوقع نجاح باهر إن شاء الله لأن إحنا ما نيجي نتكلم على أوروبا ونتكلم على أمريكا ونتكلم على الشرق الأوسط وآسيا لأ إحنا الناس دول متقدمين جداً في المنطقة دي وأنا شايف إن فيه انفتاح في مصر وكيان كبير زي النادي الأهلي إن هو يكون بيحرص إنه يكون معاه أحدث تكنولوجيا للحفاظ على اللاعبين فأنا شايف إن كل النوادي والمنتخب إن شاء الله كمان هيحزو وياخد نفس الخطوة دي وزي ما قلت لنا حضرتك كمان في البداية إن ده خلاص مع أندية المفروض إن تجاربها ممازة جداً علمياً في مجال الرياضة وكرة القدم زي بارسلونا وريال مدريد يعني بنقول إن النجوم اللي إحنا بندلل على استخدامهم للجهاز ده هما الأشهر والأغلى في العالم صحيح نتكلم عن أغلى نجوم العالم في الفريين دون طيب هنتكلم شوية عن هل تعتقد إنه حجم الإنفاق على الرياضة في مصر هيستوعب ده ولا لا هل الأندية بظروفها المادية في مصر في الفترة الجانية في مرحلة إحنا شايفينها فيه اهتمام بالاستثمار في الرياضة والتوصع في الانشاءات الرياضية في مصر لكن لسه لسه بنقول إن إحنا ما وصلناش للقمة في التسويق والاستثمار الرياضة هل هتلاقي فرصة لإنه تضخ أموال من الأندية وأندية كتيرة في مصر تنظر للأجهزة والتقنيات دي إنها ضرورة لتطوير رياضة في مصر ولا ده حياخد وقت هو بطبيعة الحالة هيكون فيه وقت ولكن التوجه الحالي سواء من النوادي سواء من القطاع الحكومي وزارة الشباب ورياضة النوادي الخاصة فيه توجه تام للإستثمار في القطاع الرياضي لأن العائد على الإستثمار في المنطقة دي في العالم كله عالي جدا فتوقعات الشخصية طبعا هيكون فيه توجه الإستثمار في الرياضي والطب الرياضي تحديدا كمان هل غير الرياضيين يعني الشخص اللي مش رياضي محترف استخدام جهاز زي ده لو موجود في منشأة هو تابع لها في نادي أو في جام أو في مركز للتدريبات الرياضية وللتأهيل البدني وهو بيستخدمه هل كمان مثبت إنه لو ما عندهوش أي أعراض طبية تمنعه من استخدام الجهاز هل ده له فوائد على الشخص العادي ولا ده للرياضيين محترفين بس طيب خليني بقى أقول لك هنا حاجة بقى مهمة جدا الجهاز ده موجود في منتجعات صحية كتير جدا ولو مسكنا جسم الإنسان كده من أول راسه لحد رجليه هقول لحركة على كل استخدام فيهم بمعنى مسبت علميا في الجهاز ده أنه بيساعد على علاج حالات الاكتئاب حالات النفسية بيساعد على الاسترخاء تماما فأنت مجرد من دخولك الجهاز ده كأنك روحت زي خط سيشن بتاعت سباة جاكوزي وساونة أو ستيم روم والحاجات الحاجة التانية بيساعد في علاج بعض الأمراض وتحسين وضاهر بمعنى نتكلم على حاجة زي الصدفية الصدفية من أشهر الأمراض الجلدية اللي بيكون علاجها صعب جدا باستخدام الجهاز ده بتوقيتات معينة بعدد مرات معينة بيحسن جدا من الحالة دي بنتكلم كمان على حالات كتير جدا زي حالات التهابات رئوية بنتكلم على بعض الحالات في العظم التحديدة فنتكلم مثلا الناس اللي عندهم انزلقات غضروفية في حالات اللازم يستخدم فيها الجهاز ده بيحسن جدا وده يعني اسمح لي دكتور أمين ده مثبت من خلال أبحاث أبجيكتف وموضوعية وأبحاث حيادية مش بس اللي هي تابعة للشركة بتاع الانية تماما تماما زي ما قلت حيك فيه مؤتمر سنوي بيتعمل ما بين وزارة الصحة الروسية وزارة الصحة الفرنسية وزارة الصحة الإيطالية عشان يعني مسخرين دي بارتمنت معينة أو جهة معينة عشان العلاج بالتبريد زي ما قلت لك انه هو أصلا كامبادي هو بلد المنشأ ايه للجهاز؟ الجهاز ده هي شركة كبيرة عندها أكتر من 30 موجود في أكتر من 30 بلد لهم أكتر من مصنع ولكن المنشأ الرئيسي بتاعه هو روسيا روسيا وإحنا الجهاز اللي بنستورده هل هو من روسيا؟ بالضبط يعني من المصنع اللي هو الأول أو أكبر وحدات أو نقاط الانتاج عالمية طيب يعني بنكلم عن روسيا وعن مناطق انتاج أخرى في القرى الأوروبية أو مناطق تانية في العالم أصبحت بتنتج الجهاز صحيح هل هي شركة متعددة الجنسيات في الأساس اللي هي بتنتج الجهاز ده ولا فيه منافسة يعني الجهاز ده له أكثر من براند في العالم بيتنافسه الخدمة نفسها أو كرايو سونا ليها طبعا ليها أكتر من شركة فيه شركات أمريكية وفيه شركات آه فيه براند بتتنافس عالمي فيه براند ولكن نشأت كلمة كرايو سونا نفسها من هي الشركة الروسية اللي احنا نسترد اللي هي الأقوى أو اللي بدأت التقنية دي في العالم بالضبط فوضح إنها طبعا من أقوى المنتجين اللي ما كانتش الأقوى على الإطلاق خلينا مش حاول معلومة مش عارفة هداك اللي تكلمنا أكتر عن تفاصيل دي طيب هنتكلم عن إن هذا الجهاز له فوائد بنتكلم عن الشخص العادي إنه مش محترف هداك بتؤكد إنه فيه فوائد طبية له صحيح أيضا في العضلات وفي الاستشفاء وفي التأهيل وفي كل حاجة صحيح وأبعاد خاصة كمان بالبعد النفسي أو الاسترخاء صحيح ها فبالتالي إن الشخص العادي طافرت فيه الشروط اللي بيستخدمها وهي مش شروط كتير جدا هو أهم حاجة عندي إنه هو ما يكونش مريض قلب إحنا هنا بنتكلم عن إصابات الغدروف في الكعب أو المفاصل أو الجوينز بشكل عام هل الجهاز ده بيساعد بشكل ما أو له تأثير عليها تخفيف حدة الألم أو طبعا ولو دور بالنسبة لإنه بيؤثر على العضلات بالإجابة وبالتالي العضلات بتساعد طبعا في التأمل الصباح أنا هنا خلينا أقول لك الحاجة بقى مهمة جدا الصور اللي نحن شايفينا ودامنا نقول إن معظم الإنجريز أو الإصابات بتكون في الأسفل في المنطقة الصفلة من البدن فالكرايو سونا أو الجهاز ده بيكون لي نفس تأثير المسكن ومضاد الالتهاب بمعنى بالسشن دي أنت كأنك خدت قرص من بعض المسكنات وبيمتد تأثيرها لثمان ساعات ومش مسكن فقط بيساعد كمان على زوال الالتهاب إن ده بيساعد على زوال الالتهاب أو تخفيف حدة الألم أو الإصابة نفسها بالزبط وسرعة الإصابة والإصابة اللي زي ما حدك قلت بيقال إنها الأكثر انتشارة شيوعا في ملاعب كرة القدم أو انتشارة هي بتبقى في المنطقة دي منطقة الأدم نفسها والأنكل بالزبط كده طيب يعني إحنا بنتكلم عن إنه فعلا إنه ضرورة في الملعب الرياضية وأمرها هيبقى له تأثير كبير لو القرات المختلفة والأندية في العالم كله بدأت تهتم بالتقنية دي ووجودها ونعمل ده إنه يكون موجود في إن شاء الله في المنتخب وجميع عن دية مصر أنا يهمنا إنه يكون مصر تكون زي ما هي دايما سابقة في التكنولوجيا إنه يكون دايما الطب الرياضي وجهاز زي ده يكون إن شاء الله النقطة تنطلاقه فيه في مصر بإذن الله لسه مش موجود لسه ما تمش اتفاق مع التحاد الكرة المصري بشأن المنتخبات أو حاجة لسه تقنية دي إن شاء الله ورأي بإذن الله الأمور دي دايما نادي الأهلي بيتحرك للأفضل وبيحرك المياه الراكدة في هذه الأمور للأفضل على مستوى المنتخبات والأندية في مصر بلا أدنا شك بلا أدنا شك طيب بالنسبة للأعضاء كمان الابليكيشن ده عايزين حالك توضحه أكتر إزاي عضو النادي بسهولة هيقدر يستفيد به في الفترة الجاية طيب يعني مطلوب من عضو النادي إيه بعد تفعيل الابليكيشن ده؟ مجرد إن هو ما يفعل الابليكيشن إحنا هيكون عندنا متواجدين في كل فرع من فروع النادي هنكون موجودين إن شاء الله في زايد وفي الجزيرة وفي مييت ناصر هيكون في بوث مخصص للاستشارة عضو النادي بسهولة جداً بعد وبيتنزل الابليكيشن وبيتجه للبوت ده بيتفعل الاشتراك وبيتجس نو بيوري كارنين نادي فبالتالي إحنا بنعرض صور عشان حاجة تشرح لنا 60 بالصور كمان خليني كمان أتكلم عن ده صورة الابليكيشن فببساطة جديدة جداً عضو النادي أو أي حد من الجماهير إن هو بيدخل هنا الأعراض اللي عنده فبيكتبها بطريقته تماماً أمش بحتاج طريقة علمية بعد كده وده اوبشن سواء يكتبها أو ما يكتبهاش ولو عنده صور يقدر يرفع الصور وبعد كده بيطلب إن هو يتكلم الدكتور في خلال أربع دقايق وقال من أربع دقايق كمان بيلاقي الدكتور على طول هو بيكلمه سواء عن طريق مكلمة تليفونية أو إن هو عن طريق مكلمة نصية شاتينج يعني بياخد الاستشارة بتاعته بعد بيخلص الاستشارة في حاجة بها مهمة جداً بيروح يعمل تقييم للخدمة وتقييم للطبيب وده أهميته إن احنا بنحرص دايماً على الجودة بتاعة استشارة المقدمة لعضاء النادي الأهلي بعد ما بيقدم بيعمل التقييم ده بيجي له على طول تنبيه أو نوتيفيكيشن على الموبايل أبليكيشن بالرشدة أو بالتوجيه المطلوب منه عشان يعملوا ليساعدوا في الأعراض اللي هو كان مقدمها والمعلومة إزاي هتحطوا برنامج يا دكتور يكفل إن المعلومة القليلة اللي بتصل يعني من غير توقيع كشف موضوع على المريض أو اللي عنده شكوى من أعضاء النادي إزاي تتأكدوا إن المعلومة كافية عشان تدولوا نصيحة مؤثرة في الحالة دي إحنا لازم نتكلم على الأطباء اللي هم موجودين معنا في الأبليكيشن اللي بيردوا اللي بيقوموا بمهمة التقييم والرد صحيح إحنا عندنا فريق من الأطباء الفريق ده اختير بعناية كل الدكاترة أقل واحد فيهم معاه ماجستير بيشتغلوا في الطب البطنة العامة بيشتغلوا في الفاميلي ميديسن أو اللي هو طب الأسرة وده هو وظيفة أصلاً طبيب الأسرة ده أنه هو يوجه الشخص اللي بيكلمه أنه هو يعمل إيه لو الحالة بسيطة اللي احنا نسميها في الطب عندنا برايماري هالث كير حالة أولية فهو يقدر يساعده أنه هو بيكتب له مثلاً يقول والله فيه توصية أنك ممكن تاخد الدواء الفلاني أو أنك تعمل تحليل أو أنك تعمل أشعة أو والله لا أنت محتاج أنك تروح لدكتور عشان يكشف عليك طب أنت تعرف دكتور لو يعرف كان بيها ما يعرفش أنا أدراه للأفضل اللي هو عارف في المجال ده أنه هو بيوصي بيه أنه الأفضل بالضبط إذا ما يروح لدكتور أو يروح للمستشفى فهو هيوصله على المستشفى لقرب مكان لكن وارد أنه يدي له نصيحة طبية بتناول دواء معين في الحالات البسيطة اللي هي مؤكد أنه ده هيبقى فعال فيها صحيح بتكون توصية طب خلينا أكلامك برضو على الحاجة وأن الموضوع ده ممكن يكون جديد في مصر ولكن هو بقاله أكتر من 15 سنة برا مصر في أمريكا في دراسة من الـ WHO بتقولك أن 70% من الحالات اللي بتروح الطوارئ مش محتاج أنها تروح الطوارئ ويمكن علاجها عن طريق التليفون تمام ولذلك بقى في شركات موجودة في أمريكا أنها للموضوع ده بس أنه هو إزاي يقدر استيدي استشارات طبية عبر الهاتف عن طريق تطبيق حتى بس بدرجة أقبل أن الشخص يعالج في مكانه وان غير ما يروح مستشفى أنا معاك إحنا طبعا ما ننصحش في الإمرجنسي ولكن في الإمرجنسي أنا قدر أقول له ممكن تعمل إيه لحد ما تروح الطوارئ في المستشفى فعايز أقولك أننا نتكلم في ونطاية الشرق الأوسط الموضوع بقى موجود في حين كمان أن في بعض البلاد الحكومات هي اللي فيها الموضوع الاستشارة التليفونية أو بنتكلم عليها التطبيب عن بعض اللي هي التليمدسن في مصر هنا كان برضو لنا الحظ والسبق أننا نكون من أول الشركات اللي بنقدم الموضوع ده وكان من أهمية الموضوع أننا نكون مدئين إن شاء الله مع كيان كبير زي النادي الأهلي وكان يهمنا أن أعضاء النادي الأهلي كمان يستفيدوا من حاجة زيك إزاي التجربة بدأت؟ لأن ده كان سيبقى سؤالي لتالي لحضرتك وحنرجع نتكلم أن الأمور دي زي ما حضرتك قلت تصلح في حالات عادية مش في حالات الطوارئ الشديدة للشخص فيها في حالة خطرة فيمكن أن يعالج في مكانه سواء في المنزل أو في العمل أو في أي مكان بنصيحة طبية من متخصص ودقيقة ولكن فيه شتراطات ده عايزين نحافظ عليها علشان ما نتسببش في أي ميسليدينج للناس أو أي نصيحة خطائية وبالتالي طبعاً نشوف التطبيق إزاي يكون رائع بإذن الله على أعضاء النادي الأهلي بإذن الله ويستفيدوا بالشكل الأمثل وحرجع للأبليكيشن والتخفيضات وكل البروموهات المقدمة مع التعاقد دي هنعلن عنها ودي هتكون مفاجئة الحوار ده بعد قليل لكن خلينا مع حضرتك نتكلم شوي عن إزاي توصلته لهذا الديل اللي بنقول إن وين وين سيتيواشن للشركة نفسها بتطوير عملها والدخول فيه شراكة مع كيان كبير زي النادي الأهلي في نفس الوقت إنها تقنية جديدة أكيد هتضيف لتطوير كرة القدم والرياضة في النادي الأهلي إزاي وصل اللينك حصل إزاي تعرف حصل إزاي وإزاي أتميته المفاوضات بنجاح وصولنا إلى تحقيق الهدف ده الموضوع بدأ في البداية إحنا زي ما قلت لك إحنا كان يهمنا إن إحنا نتعاقد مع نادي الأهلي كان الكلام ابتدى مع دكتور مهند فدكتور مهند مجدي كان مهتم جدا بالموضوع وعرض الموضوع على طبعا كابتن محمود الخطيب وكان فيه إنترست عالي جدا بالمجلس الدارة عندنا رئيس مجلس الدارة مهندس محمد سيد وأحمد الحميلي ومهندس صبحي إن هم عايزين يكون فيه تعاقد مع نادي الأهلي بعد ما اتعرض الموضوع على اللجنة الطبية في النادي الأهلي كان فيه موافقة وترحيب شديد لأن فيه توجه دائما في نادي الأهلي في تطوير قطاع الطبي جوا المبادرة أو المبادرة كانت بعرض الفكرة وشكل التعاقد والفايدة منه على دكتور مهند ومنه يعرض الأمر على مجلس الإدارة وعلى الكابتن محمود الخطيب دكتور محمود الخطيب أرسل توصياته إنه هو لازم الموضوع يتعرض على باية مجلس الإدارة والفريق الطبي الموجود ونشوف إيه الفايدة اللي ممكن تتحشل مع أعضاء النادي الأهلي درسوا الموضوع ورجعوا لنا بأسئلة أسئلة فنية وتقنية قدرنا الحمد لله أن احنا نجاوب عليها ونشوف إيه الفايدة اللي فعلا ممكن تعود على أعضاء النادي الأهلي من حاجة زي كده إيه كان الفيت باك اللي عرفته من دكتور مهند لما عرض الأمر على الكابتن خطيب وعلى مجلس الإدارة مسؤولين في النادي أول رد فعل أو رد فعل الأولي منهم بعد ما شافوا أو تم عرض الفكرة الموضوع إن هم شافوا الموضوع إنه ممكن يحصل سهولة إنك توصل لدكتور في خلال أربع دقيق ده بجد ده فعلا طيب يلا بينا هنجربه على طول ونشوف الدنيا تكون ماشي إزاي طبعا ده بعد مناقشات تقنية هل موضوع ده سرية المعلومات طبعا إن كانت حاجة تهمهم جدا بنتكلم على زي ما حريك بتقول كده الأمامة على الموضوع فهل لحد أي مدى يقدر الدكتور إنه هو يريكماند أو إنه هو يكتب توصيته عشان تبقى سليمة مش درب بصاحب الشكوى أو المريضة هو الهدف أصلا من خدمة زي دي إنه نقلل من موضوع خلينا نتكلم البلدين هو نقلل موضوع الفتوى مش أي حد يقول لك حاجة إنه هو يفتيه لك فتاخد الخطوة ونحن نتكلم منها بصاحب عميه مش وحد صاحبك اللي ينسعك تعمل إيه لأ طبيب حتى لو هيدي لك نصيحة أو بصيحة صحيح فبدل ما تتكلم زي ما حريك بتقول كده صحابك أو أي إن كان فأنت هتكلم دكتور طبيب موثوق منه مصرح من وزارة الصحة مصرية وكمان إن الموضوع يكون سريع جدا بس حدك هنا بتجزم وأنا عجبني أمانة الحوار أو أمانة المعلومة اللي حدك بتقدمها للمشاهدين ولأعضاء النادي الآن حدك بتقول ده في الأمور الأولية الحالات الطبية اللي تحتمل نصيحة من طبيب مجرد بالكشف أو التشخيص اللي هو سامعه أو الحالة ووصف المريض له عشان بنقول للناس من الأول إن ده مش الأمور المعقدة ما تقدرش تبني أمر معقد جدا إن فيه شخص مثلا مش قادر يتنفس واخد نصيحة بالأبليكيشن عشان أتصرف معه إزاي صح؟ لو أنا غلطان صح حقا مليون في المئة يعني إحنا نتكلم إحنا في الحالات البسيطة في الحالات البرامر هيلد كير لو أنت عايز تاخد رأي دكتور في حالة عندك عايز أنت مش عارف تروح لدكتور تخصصه إيه بمعنى واحد بنتكلم على انت خلالنا أخد حالة مع بعض ظهروا بيوجعوا فهنا يحتمل أنه يروح لدكتور عزام أو يروح لدكتور مخو أعصاب فبالتالي أنا هأثر عليك المشوار أنت هتقولي الأعراض اللي عندك فالطبيب عندنا هيدي لك التوصية إما تروح عند دكتور العزام لو أنت معتاك لدكتور عزام أو دكتور مخو أعصاب أنت مع تخصص من الاتنين دول يعني هتعرض على فأنا هقولك هتروح للتخصص ده بدل ما أنت هتروح لتخصصين فأنا هقولك أنت هتروح لتخصصوا الفلين وده بيأثر كتير في المسافة العلاج على المستخدم وده متفق يا دكتور أمين الحضاك بتقوله متفق مع ما أعلنه النادي الأهلي في البداية وفي برنامج عائلة الأهلي ورحملة الانتخابية لمجلس الإدارة الحالي وقايمة في الكابتن الخطيب أنه كان بيتكلم على أنه من أحلام مجلس الإدارة حالة وجوده قبل طبعا تولي المسؤولية رسميا الكابتن الخطيب وعضاء القايمة والمجلس حاليا بيحلموا بتقديم خدمة طبية وتيسيرات على كل الفئات العمرية المختلفة وكل الشراحة الموجودة من أعضاء النادي الأهلي هم بيدوروا دايما على الجديد في المجال صحيح وحب كمان أن نوح إن شاء الله في نهاية حلقتنا يكون في مفاجأة لجماهير النادي الأهلي كمان يعني أعضاء النادي الأهلي أكيد يستفيدوا بالأبليكيشن وبالخدمة دي وكمان للجماهير النادي الأهلي يكون لهم مفاجأة خاصة في آخر الحلقة بتاعتنا إن شاء الله طيب إيه الحاجات اللي هي المفروض أنها محاذير على استخدام الجهاز ده أو الكريو ثيرابي الحاجات اللي المفروض تفاديها سواء على مستوى الرياضيين المتخصصين أو على مستوى الناس العاديين مش المحترفين في مجال الرياضي طيب هو فيه بالنسبة للرياضيين فيه بعض البريكوشنز أو التحذيرات هو بيداخل الجهاز هي حاجات ستاندرد معروفة بمعنى إن هو ميكونش لابس حاجة معدن وهو داخل الجهاز ده بيكون هو تعالي نتكلم كده هو أصلا داخل الجهاز ده إزاي أو إيه اللي بيحصل التكنيشون بتاعنا بيكون موجود وبيكون فيه فريق مدرب على أعلى مستوى إن هو إزاي يشغل الجهاز ده الجهاز بيشتغل ضرط حواته وتتضبط على مواينس 130 اللاعب بيكون داخل بملابس السباحة فداخل اللي هو بالسومنج سوت بيدخل الجهاز ده من دقيقتين لتلات دقايق وبيخرج الفكرة كلها إن هو بيكونش اللابس أي حاجة معدن بيكون داخل راسه موجودة فوق بيكون اللابس ليه مايلبس حاجة معدن الأول عشان درجة الحرارة بس عشان ما تسببش الحاجة التانية إن هو بيكون إحنا بنكون من لبسينه بقى جلافس جوانتيات وكمان بيكون لابس زي شراب دي المناطق بس اللي احنا بنغطيها هو حتى الأقدام بتبقى جوالجهاز يعني الجزء الوحيد اللي خارج الجهاز الرأبة والرأس الرأس فقط بالزبط بيخرج من الجهاز وكمان لزيادة الأمان هو الجهاز أحب أكد تاني هو آمن بنسبة 100% ولكن هو أنت تقدر أنت كمستخدم هيكونش لابس أي حاجة معدن بالزبط وإيه تاني ويكون لابس سومنج سوت هو بيكون جسمه كله اكسبوز للجهاز بيكون معرض للجهاز مش لابس أي حاجة مجرد هو الميو اللي هو بيكون داخل به طيب الجهاز ده دكتور هل نقدر نقول حتى لو مش متفق أنه يعلن تفاصيل أو أسعار أو قيمة الجهاز ما عرفش كان فيه اتفاق على إعلانها على المشاهدين ولا لكن القيمة أعتقد أنها مرتفعة طالما أنها تقنية من تقنيات العلاج الحديثة في العالم وكمان حضاك أكدت أنها مضعفة لأن النادي الأهلي كان حريص على وجود جهازين وبدائل عشان التقنية دي ما تتعطلش في أي وقت طيب ده يخلينا نتساءل عن قليات استثمار الجهاز ده أو الحفاظ عليه بشكل أمثل إيه حتى المتعرف أنها ممنوعة بالنسبة لتشغيل الجهاز ده عشان يعني يفضل مع نادي ونستفيد بيه فترة طويلة هو أهم حاجة في شدرطات الجهاز ده هو المكان اللي بيثبت فيه أو بيتعمله فيه ففي بعض اللي اتفقنا فيها مع النادي الأهلي وكانت الإدارة الهندسية مشكورة دخلت معنا فيها نحن محتاجين قياسات معينة يكون موجود فيها الجهاز واللي اتوافق عليها ده من قبل التعاقد أصلا وأكوردنجل ما فيش حاجة معينة أقول لك والله عدهت أسرع الجهاز ولكن من ناحياتنا إحنا في إحنا بنضمن الجهاز فيه فريق ما هيكون متواجد مع النادي الأهلي لتشغيل الجهاز على طول آه مش بينقلهم بس خبر التشغيل وده هو جزء من الصفقة نفسها وجود فريق للتشغيل بالزبط كده ففيه التعاقد عندنا هيكون فيه فريق من الشركة عندنا متواجدة على طول يعني المتخصص أو فني تشغيل هذا الجهاز هيكون جزء من التعاقد بشكل دائم مع النادي الأهلي صحيح أنتوا اللي عاملين الجهاز وأنتوا اللي جايبينه فأنتوا أكتر ناس هتكونوا فاهمين فيه وده كان من حصنا حظنا أن إحنا يكون فيه دائمًا الشركة متواجدة مع النادي الأهلي في تشغيل الجهاز وموجودين مع اللعيفة طيب عايزين نقول حاجة ما كنتش ناوي تقولها النهاردة يا دكتور حاجة في التفاصيل عجبتك في فكرة التفاوض مع النادي الأهلي أو التعاقد مع كيان والاتفاق على ديل أو صفقة نجحة مع كيان باسم وقيمة وتاريخ وحجم النادي الأهلي إيه الحاجة اللي فاجئة در التفاوض مع المسؤولين في النادي طيب خلينا أقول لك على حاجة الموضوع مش في التفاوض بس التفاوض مع النادي الأهلي إنك تفاوض مع كيان كبير ليه أثره النفسي المشتخيل فيه إحساس بالفخر إنك بحق خطوة نجحة كبيرة طبعا دي أنا أعتبرها حاجة الكتب في تاريخ الشركة عندنا التعاقد مع النادي الأهلي إنك تقعد مع مجلس الدقار حاجة تانية وقت الإمضة بتاعت العقد نفسها شعور أنا ما حستوش قبل كده يعني شعور بالفخر إنك بتقدم حاجة هاته آد فاليو لكيان عظيم وفي نفس الوقت إنك قاعد مع أكبر حد في النادي الأهلي إنك تقعد مع كابتن محمود الخطيب تقعد مع دكتور مهند تقعد مع العميد محمد مورجان دي كانت بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا تفاصيل التعاقد وما إلزاك طبعا التفاصيل التعاقد كلها كسرية ولكن منيجي نتكلم على المناقشات قبل الإمضة أنا مكنش تخيل إن فيه انفتاح رهيب في التفكير للدرجة دي موجودة في كيان زي النادي الأهلي المنفتحين على كل جديد تسألتوا أسئلة كثيرة قوي من مجلس الإدارة طبعا إنت مش تخيل الأسئلة عاملة إزاي مش تخيل كمية الأسئلة إنت داخل في أسئلة تقنية بعمق كبير اللي هو الناس لا إنتوا قارين عن الجهاز عارفين الجهاز فأنتوا يعني الموضوع آه ممكن يكون جديد ولكن انتوا على طول حضرت وأسئلتكم ووضح إن أعتقد والله أعلم إن كان جزء كتير منها بحكم خبرات الكرة الموجودة عند مجلس الإدارة وعند الكابتل محمود الخطيب على وجه التحديد تخليه يسأل ومنشغل بفكرة استفادة الكرة بالجهاز ده المصابين أو مواجهة فكرة الإصابات وعلاجها بصرح ده اللي تركز عليه قوي ده حي حنتكلم عن الفترة الجاية إحنا يعني اقتربنا من نهاية هذا الحوار ولكن بعض الأمور اللي بنقول إننا لازم نعلن عنها عن تفاصيل عن تخفيضات عن بروموهات أو خدمات مميزة مقدمة سواء للجماعية العمومية لأعضاء النادي أو لجماهير النادي الأهلي فضل يا ذو طيب في النهاية كنت أحب إن أنا أقول فيه برومو كود هيظهر دلوقتي على الشاشة لجماهير النادي الأهلي البرومو كود ده هيدي 500 مكالمة مجانية للجماهير فمجرد ما أنت بتحمل الأبليكيشن بتنزله عندك على التليفون أو بتستخدم الويب سايت هتدخل الأبليكيشن ده الأهلي هو مكتوب كله هتدخله عندك في منطقة البرومو كود هيفتح لك مكالمات فيه 500 واحد ممكن يستفيدوا من المكالمات دي بالإضافة أنه فيه كمان برومو كود تاني برضو هينزل حالا ألف واحد من جمعين هنعرض على الشاشة طبعا كل الأكواد اللي نتكلم عنها البرومو كود بنعلنه وبنعرضه المشاهدين هين تفضل وإحنا شايفين الأرقام على الشاشة تفضل يا دكتر فيه برومو كود تاني هيكون نازل بألف لألف واحد يقدروا يستفيدوا بالخدمة دي بخصم 50% للخدمة المقدمة يبقى فيه اتنين برومو كود الأهلي فري بالزبط وبرومو كود الأهلي 50 50 ده اللي قمته 50% خصم عن الخدمة للخدمة نفسها بالزبط ده بيشمل إيه أو الخدمات اللي هي مقدمة مجانا إيه والخدمات المقدمة بتخفيق 50% هل هي الخدمات المقدمة على الابليكيشن؟ الخدمات المقدمة على الابليكيشن فهو يقدر أنه يستفيد أنه يتكلم دكتور في أي وقت 24 ساعة 7 ايام في الأسبوع يقدر أنه هو ياخد التوصية بتاعته بالإضافة ده مجانا والحاجة التانية أنه ياخد فيها البرومو كود التاني أنه ياخد 50% خصم طيب خلينا نتوقف مع فصل قصير وبعد الفصل مشاهدين نعود لاستكمال الحوار مع الدكتور أمين الحميل أهلا بحضراتكم مرة تانية لسه معكم من خلال الأهلي ليلة ونواصل هذا الحوار مع الدكتور أمين الحميلي المدير التنفيذي لمجموعة تي جي أم أس أو مجموعة طب جروب فور ميديكال سولوشن أهلا بحضراتكم مرة تانية دكتور يهلا بيس خلينا نتكلم شوية عن أولا توسيع تجربة أو نشر تجربة استخدام الجهاز ده في خطوات إن شاء الله جاية مع التعاقد مع النادي الأهلي وبدء نجاح التجربة والإعلان عنها بعد تشغيلها في النادي الأهلي أعتقد أن ده يبقى لو نعكاسه على الاتحاد الكورة والمنتخبات سيهتم مبدأ على مستوى أندية مصر نتكلم أنه الأندية اللي عندها موارد تقدر تشتري الجهاز ده وتمتلك هذه التقنية الأندية اللي ما عندهاش الموارد الكافية تعمل إيه؟ تقترح إيه بالنسبة لي؟ والله يا أنا في الحالة دي جلنا أكتر من اقتراح فعلا بعد الحمد لله العقد مع النادي الأهلي في أكتر من جهة اتكلمت معنا بنتكلم على هنا جهات للعلاج الطبيعي بنتكلم على جهات اللي هما بيكون عندهم مراكز تشفاء منتجعات أنهم عايزين يتعاقدوا معنا يكون عندهم الجهاز ده بحيث أنهم يقدروا يخدموا به بعض الأندية اللي هما ما يقدروش على أو أنهم يكون عندهم أولويات كتكلفة تغطية تكلفة بتاعت الجهاز أو لو بتتقدم الخدمة لأكتر من النادي تابع لهيئة واحدة أو مؤسسة واحدة تابع وزارة الداخلية تابع لقوات المسلحة يعني ممكن أن يستفيد أكتر من فريق بالجهاز ده لو موجود في مكان سنترل بيخدم أكتر من فريق هو طبع واحد موجود عند بعض الجهاز اللي عندهم أكتر من فريق ولكن الإفاشنسي بتاعت الجهاز أنه هو عايز الفريق يستخدمه خمس أيام في الأسبوع قبل التمرين وبعد التمرين ده مش هيتوفر إلا في وجوده في نادي واحد بالزبط هو ده ممكن ولكن مش هيوصل به اللي هو عايزه نحن نتكلم على حالات سرعة الاستشفاء نتكلم عن أنه يقدر أنه يمنع به بعض الإصابات وأنه هو كمان يقدر يرفع من القوة التحمل للعيبة فأنه يكون عنده الجهاز لوحده هيكون ده الأوبتمام ولكن يكون فيه أكتر يكون جهة عندها جهاز واحد عشان النادي يستفيد به بشكل كبير لكل الحالات اللي عنده من حالات الاستشفاء المطلوبة والإصابات إلى أخيره لازم مع جهاز منفصل أو متخصص للنادي لكن الحالات بتقول لو مع أكتر من نادي بيجمعهم مركز علاج واحد هتبقى للحالات بس اللي هي بتحتاج ده أو بتطلب العلاج بحالة أو اتنين في كل نادي بنتكلم كده على حالات علاجية نعم لما بنتكلم على طريقة حياء للنادي للرياضيين بالزبط لأنه أنت عندك الرياضي ده هيستخدمه حوالي خمس تيام في الأسبوع فإنك عندك فريق كبير مثلا فيه 30 لاعب أنا متكلم على الفريق كامل بالأساسي بالإحتياطي آه ده جزء من البرنامج اليومي لللاعب بالزبط هو ده جزء من البرنامج اليومي بتاعه فبالتالي أن يكون عندك أكتر من فريق هيستخدمه جهاز واحد مش ده مش هيكون الأوبتمام أنت ساعتها تقدر تستخدمه كعلاج ولكن مش كالاستخدام الفعلي للجهاز بدأت تتلقى مخاطبات أو اتصالات يا دكتور لما أعلن عن أن فيه الشركة الشركة الفلانية بتتعاقد وبتتفاوض مع النادي الأهلي وأنها هتبدأ في نقل التقنية دي لمصر والنادي الأهلي هو اللي بيأخذ الخطوة الأول عندنا أندية تانية عندها موارد وأندية غنية ممكن تبدأ تقتدي وبتشوف النادي الأهلي أكيد بيطور وبيختار أفضل التقنيات العلمية اللي بتخدم الرياضة بدأت تتلقى بعض المخاطبات أو التساويات في الحقيقة ده حصل أكثر من نادي وأكثر من جاة زي ما أشرت من شوية بدأت في مخاطبات معنا أننا عايزين نعرف إيه الجهاز ده وليه الأهلي خد الجهاز ده وإيه اللي هيستفيد منه النادي الأهلي لأن هم في نفس الوقت يهمهم حاجة زي كده بالنسبة للفرق بتاعتهم زي ما أشرت برضو من شوية أن الجهاز نقدر نستخدمه كمان في بعض الحالات من الكلمة عن الطب الرياضي فهي مش مخصصة فقط لفرق الكورة ففي بعض الأندية كلمتنا عشان فرق تانية ورياضيين في رياضات تانية بالضبط في رياضات وألعاب تانية وإن شاء الله ورايبا نسمع أخبار بإذن الله وأعتقد أنه فيه فكر النادي الأهلي ورؤيته لاستخدام الجهازين اللي تم التعاقد على وجوده في النادي الأهلي أعتقد أن ده هيخدم الحالات اللي تتطلب ده على مستوى الرياضات كلها وقطع البطولة كله في النادي طيب فكرة التكنولوجيا ونقل التكنولوجي المتخصصة في الأمور الطبية والعلاجية إحنا فين من المجال ده عالميا في مصر بمنطقة الصراحة وإزاي نزيد من استخداماتنا للجانب الديجيتال أو الجانب الرقمي في الأمور العلاجية والطبية لأنه زي ما حضاك قلت دي بقت أمور متعرف عليها وبتتسع استخداماتها بشكل كبير أو عالميا ما هي نتكلم على الديجيتال هالث كير نتكلم على صناعة الديجيتال هالث كير في العالم فهي صناعة كبيرة جدا طبعا كان الأوائل فيها على الإطلاق بنتكلم على أمريكا بنتكلم على الفار إيست في أسيا في مصر بنتدينا ناخد خطوات فيه خطوات جدة بنتدت تتخذ من سنة 2013 تحديدا فأكتر من مجال فبنتكلم على مجالات حجز الدكاترة بنتكلم على مجالات أخرى زي الأدوية وتوصيلها وحاليا بنتكلم مع استشارة في حالات التالي مادسن أو التوصيات الطبية عن طريق الابليكيشن والويبسايت أحب أن أكتبس حاجة بس من كلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كان عايز يوصل بالحد الأدنى من الميكانة في جميع قطاعات الدولة ونبني نتكلم على القطاع الصحي تحديدا بنتكلم أننا القطاع ده يتجه بقوة الاستخدام التكنولوجي الحديثة ونتكلم تحديدا الديجتال هالتكير عشان يعمم التجربة دي فبنتكلم النهاردة أنه فيه أكتر من خدمة تقدر نقدمها عن طريق الديجتال هالتكير بنتكلم على الحجوزات بنتكلم على الكونسالتيشن أو بنتكلم هنا على الاستشارات بنتكلم على أنه إزاي يبقى عندك تمريد في البيت فبقى نتكلم على الكبار في السن اللي ما بيقدرش يروح للمستشفى عشان يركب كانيولا فإزاي عن طريق أبليكيشن يجي لك ممر بس إحنا كده يا دكتور متهالي محتاجين حاجتين عشان نوصل للأهداف دي وهي فعلا من أهداف الدولة وتكلم عنها أكتر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة فكرة ميكنة الخدمات وتطورها والنهوض بها وأنها تبقى فيها المعاملات أو تدخل العنصر البشري أقل حتى كجزء من فكر محاربة الفساد والتدخل العنصر البشري اللي أحيانا بيفسد أو بيتربح من أنه هو له دور مهم وحلقة مهمة في تقديم الخدمة للمواطن فعشان الدولة بتحاول كجزء من حربها على الفساد أنها تقلل التدخل البشري في الخدمات كلها هل إحنا مؤهلين لده ولا لا كبنية تكنولوجية في مصر وثقافتنا ووعينا ولا محتاجين نعمل توعية أكتر ومحتاجين نعلى بمستوى ثقافة الناس التكنولوجية ثقافة الآي تي عندنا عشان نقدر نفعل الخدمات دي وتبقى لها تأثير حقيقي على الشعب المصر إحنا ماشينا على الطريق في تكاتف ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص في أن إحنا نقدر نعمل توعية للمواطنين على استخدام التكنولوجيا في جميع قطاعات الدولة فبنين نتكلم مثلا على القطاع المالي فإنك إزاي تقدر تستخدم أو بتستخدم منتكلم عليها الميكانة في جميع التعاملات المالية يعني الفلوس كورق خلاص قريب إن شاء الله مش تبقى موجودة لأن كل حاجة تبقى عن طريق التكنولوجيا فبنين نتكلم على القطاع مهم جدا زي القطاع الطبي أو القطاع الصحي فأه مطلوب توعية قوية جدا مع المواطنين إنه إزاي يقدر يسق في أنه هو يستخدم التكنولوجيا دي في تلبية احتجاته الطبية يعني نتكلم على إيه اللي بيحصل في العالم أنا عايز أقولك إنه ممكن يكون فيه دكتور قاعد في أمريكا بيبرفورم أو بيعمل عملية في فرنسا عن طريق الساتيلايت وعن طريق بعض الأجهزة وده منتكلم بقى في إنه هو الحاجة متطورة جدا متقدمة جدا في قطاع التلميديسن أو التطبيب عن بعض ودروس سلسات حتى في الخدمات التعليمية بعيداً عن الأمور الطبية حتى بتلاقي حداك سنتر فيه طلبة بيروحه ويلاقه المحاضر من أمريكا أو من كندا أو حداك تعلم ده ففكرة الخدمات اللي بتقدم بالإنترنت أو بالإي تي تكنولوجيا عموماً عملة تتطور وعملة يزداد تصارعها في العالم حالي وده إحنا حاسين بيه أورادي أنت النهاردة لو عايز تدفع أي فطورة إنترنت، تليفون، كهرباء أنت تقدر تدفعها وإنت قاعد وإحنا عاديين دلوقتي تفتح الأبليكيشن هتروح دافع فده اللي إحنا عايزين نشوفه في جميع قطاعات وخاصة للقطاع الصحي كمان طيب هنتكلم عن الفترة الجاية إيه الحاجات الرئيسية اللي حضراك هتشتغل عليها والقائمين على الشركة هتشتغلوا عليها في مجموعة طيب جروب فورماتيكال سولوشنز على أنكوا تنشروا هذه الثقافة الثقافة الأكثر تطورا في الأمور العلمية والطبية بما فيها كمان المنتجات اللي هي تطبيقات لهذه الثقافة ومنها طبعا الجهاز ده اللي تعاخد عليه النادي الآن هتعملوا إيه في الفترة الجاية وإيه دوركو عشان توسعوا الإدراك بأهمية هذه التقنيات والتكنولوجيا الطبية في الأمور العلاجية والرياضية واحدة من أهم الأهداف عندنا في TGMS نحن نقدر نوصل بالوعي عند المواطن المصري وعند الجماهير بثقافة استخدام التكنولوجيا في الوصول لأهدافهم الطبية أو أهدافهم الصحية بمعنى تعالى النهاردة ناخد سيناريو لشخص مثلا ابنه تعب الليل درجة حرارة عالية شوية فعايز يوصل للدكتور هو لو معهوش رقم تليفون دكتور بياثق فيه أو الدكتور ده هيرد عليه هو فعلا نحن يتعب يضطر أنه ياخد عربيته ويروح لقرب مستشفى وياخد سلسلة طويلة جدا من الوقت حشان يوصل للتوصية اللي هو محتاجها باستخدام التكنولوجيا سواء إنه هو بيقدر يوصل للدكتور في خلال أربعة دقايق ودكتور رد عليه ويديه له التوصية اللي هو محتاجها لأن أحيانا بتكون مثلا خلينا نكلم بك على حاجة طبيعة شوية جرعات اختلاف جرعات هو بيدي الدواء الصح وبيدي كل حاجة صح ولكن ابنه كبر شوية فمحتاج إنه هو يزود الجرعة شوية مين اللي هيقوله على الموضوع ده غير الطبيب الأسرة المتواجدة فبالتالي إنه إحنا نقدر نوصل بالوعي ده وده هو الهدف الأساسي اللي نقدر إن شاء الله نوصله خلال 2019 إنه يكون فيه وعي لاستخدام التكنولوجيا في الاستخدام الطبي سواء للتطبيقات أو كمان لأجهزة استشفاء الكريو دي واحدة من أهم الأهداف عندنا هستعامل إزاي أكتر من طريقها فإحنا بنتكلم عن طريق السوشيال ميديا وبنتكلم عن طريق الديجيتال بنتكلم كمان في تواجدنا في الشارع والشارع المصري سواء عن طريق الأندية سواء عن طريق المناسبات أو بنسميها الفعاليات اللي بتحصل والأحداث اللي بتحصل في مصر في مختلف المحافظات إن شاء الله هتلاقوا تيجي أمس أو استشارة موجودين بإسمهم بحيث إن إحنا نوصل بالوعي عن طريق بقى ندوات تسقفية بنتكلم عن ندوات علمية بنتكلم إن إحنا نخلي الناس تإنجيج معنا أو إن هما يرتبطوا معنا ببعض الفعاليات بحيث إن إحنا نوصل بالوعي المطلوب طرح أمينة ندلاتي وأنا بس معك وحدك بالكلم أنا فكرت بفكرة معرفش ذكات موجودة ولا ممكن نبدأ نشتغل عليها الشركات اللي متخصصة في المجال ده ومنها طبعا تي جي أم أس إلى أي مدى موجود في مصر فكرة إنه فيه جايد فيه دليل ديجيتل لفكرة الناس تتحرك إزاي وتروح فين هل تتعلم إن فيه مستشفيات بتقدم خدمة طبية في تخصص معين تخصص تاني لا فيه مستشفيات متوفر عندها لوجستكس وطولز معينة وحاجات تانية لا فبيبدأ الناس بالمريض اللي معاهم كان كبيرا أو صغيرا بيتحركوا به ويروحوا يقولهم لا ما عندناش مكان فاضي للأسف ده غرف العمليات كذا فكرة الداة اللي ممكن على أساسها المريض يتحرك يعني لها بعض إنساني ولها بعض إن أنا بغفر وقته وجاهده وحاجات كثير أو خصوصا على مريض أو في حالة حارجة والناس اللي محيطة به إلى أي مدى ده موجود عندنا في مصر وليما نفعلش خدمة بالنوعدة دي مهمة جدا للناس دي من أهم أهم الحاجات يعني خلينا أكلمك على واقع إحنا شفناه بعينينا الأسبوع اللي فات كان جاي لنا استشارة بنت عندها حاجة و30 سنة بتسأل مامتها عايزة سرير في رعية مركزة وعملها محتاجة عمالها تروح وتيجي طيب فين متاح الأماكن يتقدروا تساعدونا إزاي فإحنا عن طريق الأبليكيشن وعن طريق الفريق الطب اللي موجودين باتصالاتنا على طول الله يتتوجهي على المستشفى الفلانية هتلاقي سرير هناك والحالة بتاعتك إحنا بعتناها كتاية بعتلنا الحالة والدت عندها كم سنة حال ده من خدمات اللي حتقدمها للنادي ده أمر مهم جدا مش عارفة تتوجه لفين خايف يروح المكان ده في الاتجاه ده ويلاقي المستشفى دي الوقت ما عندهاش مكان متاح أو ما عندهاش التقنية دي حالي هلاك تعلم كمان فكرة الجهاز ده معطل أصلاحنا للأسف الجهاز لسه بيصلاحه فيه لازم تروحوا للمركز الفلاني فده بيبقى عن مريض مشقة رهيب ياريت إن ده يبقى أمر بتركزه عليه مع أعضاء النادي ده من أحد الحاجات الأساسية اللي موجودة عندنا يعني هي الفكرة كلها فيه الفكرة مش أنت تاخد توصيتك أنك هتاخد الدواء الفلاني أو أنت بتاخد الدواء صح أو غلط أو هقولك تعمل التحليل في بعض الحالات أنا محتاج فعلا سرير رعاية أو محتاج حضانة بس أنا عمال ألف على المستشفىات مش عارف أو محتاج الله أي حد محتاج نقل دم أو حاجات اللي هي بيبقى لازم يعرف المكان الصح اللي يتوجه له فيه صحيح فبالفريق الطبي الموجود عندنا وإن إحنا كمان عندنا شبكة طبية متأقدين معاها فعن طريق الشبكة دي على طول بنخط الريكوست بتاعنا أننا عايزين سرير رعاية مركزة لحالة بتوصف بواحد اتنين ثلاثة على طول بيجي لنا الرد والله إحنا عندنا سرير فاضي فلو سمحت توجه الحالة علينا وبتحجز السرير لحد ما الحالة بتوصف طب على أقصى تقدير لو بنتكلم من وقت ما شعر أحد الأعضاء لقدر الله بأزمة ما أو بلغ بخبر ما حد من أسرته محتاج يتوجه بيه المكان لعلاجه عضوا في النادي الأهلي في أي فرع من الفروع اتصل بيكو أو أرسل الريكوست بتاعه للأبليكيشن ومستني الرد وصولا إلى القرار الحاسم أو الريكمنديشن الدقيق اللي هتمدو بيه كل ده ياخد مدى زمني قد إيه أت ماكسمم أقصى تقدير خلينا نتكلم على حاجة شمهة الـ SLA أو اللي هو الـ Service Level Agreement أو اللي احنا متفق عليه مع الأعضاء أو مع مستخدمين لخدمة التشارق أول حاجة بيترد عليه من الطبيب في أربع دقيقية بيكون معاه حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة كمحادثة أن أنت بتاخد وقتك تماما احكي اللي أنت عندك بحيث أن أنا أقدر أساعدك أو أوجيهك إزاي التوجيه لآرب مكان أو مقدم خدمة بيكون في مدة أقصاها 15 دقيقة من وقت الريكوست من أول اتصاله من أول ما بيقوله والله أنا محتاج مثلا سرير في رعاية ويدي له معلومة أكيرة مؤكدة يعني بيبقى مسئولية القائمين على التقييم في الأبليكيشن أن هما يدوا معلومة دقيقة هما اللي سألوا عندهم شبكة المعلومات زي ما حضرتك قلت وهما بيرجعوا برأي أكيرت جدا للمرأة بالضبط فيقوله والله أنا يعني هو مثلا الطبيب بتاعه هو الشخصي قال له أنت محتاج تطلع على الرعاية تمام فهو الراجل دلوقتي عايز روح الرعاية بيكلم استشارة أنا عايز سيرير في الرعاية أنا مش عارف أوصل لرعاية فين فإحنا بيكون الفريق الطبيب بتاعنا بيروح ميكلم على طول المستشفيات اللي احنا عندنا الشبكة بتاعتها فين قارب مكان للمريضة أو اللي عايز الخدمة دي بنتواصل معاه بنبلغ بالبيانات بتاعته وبتبلغوا ببياناته يعني بيروح يلاقي الأمور يعني مش بس تدوله الأدفايز أو المصيحة ده أنتو كمان بتعمله الريزيرفايشن أو الحاجز نفسه بالضبط كب بتأكدوا أن مكانه موجود مش هيروح يبدأ يحكي القصة من بداية تماما تماما فهو بيروح على طول فيه حد بيستعمل مهم جدا ده ده أعتقد أنها تبقى خدمة وميازة جدا وحتسعد أعضاء النادي الأهلي لو تقدمت بشكل بالشكل اللي فيه الرقي اللي حتاك بتحكيه عن الأمر دلوقتي والسرعة في تلبية الريكوست يعني أعتقد ده حيبقى إضافة كبيرة أو للخدمات اللي بتقدم من المسؤولين في النادي الأعضاء وأعتقد أن الفيدباك أو حيبقى فيه رضا لدى الأعضاء أو رد الفعل هيبقى طايب جدا إن شاء الله طيب أخيرا هنتكلم على مستوى المنتخبات الوطنية والاتحادات هل فيه خطة لنشر هذه التوعية بأهمية هذا النوع من العلاج أو هذه الأنواع المتقدمة جدا من العلاج للرياضيين هل هتعملوا جلسات عمل أو جلسات حوار مشترك مع المسؤولين في اتحادات الرياضة في مصر وليس بس اتحاد الكورة قريبا جدا قريبا جدا يهمنا جدا يكون كمان المنتخب إن شاء الله يكون عنده التكنولوجيا دي يعني مع طبعا عندنا لعيبة دوليين وعلى شأن ويهمنا كمان إن هم يستفيدوا من الجهاز ده فقريبا جدا يكون فيه اجتماع مع اتحاد الكورة عشان نبين أهمية الجهاز ده وإزاي إن هم يقدروا يتعاقدوا عليه بحيث إن احنا داخلين خلاص على كاس الأمم كمان فلازم يكون الجهاز إن شاء الله موجود قبل الببريات اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله تكون الخدمة متوفرة ونستفيد بيها طبعا إن شاء الله نبدأ هذه التجربة في مصر مع النادي الأهلي وعلى مستوى الأندية الأخرى تبقى فيه انتشار دي صور من جلسة التعاقد هذا قلتنا المفاوضات كانت مجهدة جدا كانت قوية جدا ده حي التفاصيل اللي سئلتوا عنها من المسؤولين في مجلس إدارة ما كانتش قليلة كانت دقيقة وكثير وستفيدة ودقيقة ويعني عميقة جدا جدا في أدق تفاصيل الجهاز وتشغيله وصيانته وإزاي اللعيبة وتأثيره على اللعبين طبعا طبعا يعني إزاي وهيفرق إزاي مع اللعب وهيقلل نسبة الإصابات بنسبة قد إيه وإزاي إن قوة الأحمال حتى الجهاز ده بيخفف اللود على العضلات وبالتالي بيخليها قادرة أنها تخفف بدورها الحملة على الجوينس وعلى المفاصل وعلى الأنكل وعلى الركب يعني بيخلي العضلة جهزة أكتر للأداء وحالتها أفضل فده بيخفف الفرص بقى الحاجات الجزعة اللي بيحصل في المفاصل طبعا هو الجهاز بيشتغل على العضلة بحيث أنه هو يقدر يرفع من الحملة على العضلة بحيث أن العضلة تقدر تستحمل تشيل أحمل أكتر وفي صورة مع الكابتن الخطيب وإحنا بنسمع حضرتك طبعا بعد التوقيع أو في جلسة من جلسات الاتفاق مع النادي ده حاليك بتقول بيخفف الحملة على بيسخل العضلة مستعدة أنها تشيل أحمل أكتر فبالتالي ده بيقل عن العضم وعن المفاصل وعن الأربطة وعن كل ده وزي ما قلتلك هو ليه استخدامات أخرى زي أنه هو أصلا بيدخل في بعض العلاج للحالات الروماتويد فبالتالي كمان في حالات الخشونة الروج بقى بنتكلم في بعض الخشنات في بعض المفاصل فهو بيدخل في علاج أصار إيجابية تانية خلال العلاج نفسه تفعيل وتشغيل هذه الأجهزة في النادي الأهلي ونشوف هذا التعاقد إن شاء الله يثمر عن أداء أفضل لفريق الكورة وتقليل من نسب الإصابات ووقاية للعبين وهذا الانفاق الضخم اللي حريص عليه النادي الأهلي لتطوير شؤون الكورة سواء بالتعاقد مع أفضل العناصر والصفقات المهمة وما أنفق عليها في الفترة اللي فاتت وهي كوادر طبعا فنية من ارتفعة المستوى وتصبحق وإضافة كبيرة للنادي الأهلي على مستوى مصاره الأفريقي والمحلي وإن شاء الله كمان يعني النادي الأهلي حريص زي ما حضرتكم تابعته في هذا اللقاء إنه يصل لأفضل التقنيات العلمية والطبية اللي ممكن تساعد على النهوض بشؤون كرة القدم والرياضة وتوفير أفضل مناخ للعبين أو نجمنا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي ده أخيرا عايز حدك تكرر مرة تانية على الجماهير النادي الأهلي إنه هما يقدروا يستفيدوا من خدمة استشارة أول حاجة يعملوها إنه هما ينزلوا التطبيق أو يستخدموا الويب سايت استشارة 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 تمام؟ هيلقوه على جوجل بلاي أو بنكلم على المتجر اللي يقدروا ينزلوا من عليه للتطبيق أو يستخدم الويب سايت استشارة.com استشارة.com بالزبط هيدخل البرومو كود فيه برومو كود حالاً يطلع على الشاشة البرومو كود ده فيه 500 واحد يقدر إنه هو يستخدمه فور فري تماماً مش مطلوب إنه أول 500 واحد أول 500 واحد يقدروا يستفيدوا منه اللي هيبدأوا استخدامه على طول أول 500 يوزر هيستخدمه فور فري ده حقيقي مش لفترة زمنية معينة هيقدر ياخد مكالمة فور فري والمكالمة دي يقدر إنه يستخدمها لمدة شهر في أي وقت يقدر ياخد مكالمة فور فري لمدة شهر بالزبط تماماً وعندنا البرومو كود اللي تاني بقى بعد ال500 دول فيه بقى ألف واحد يقدروا ياخدوه 50% خاصة على الخدمة دي ألف غير ال500 ولا تاني 500 لا لا ألف غير ال500 ألف غير ال500 يعني إن شاء الله تبقوا موفقين وإن الخدمات دي تلقى قبول وإنها كمان نشوف الخدمات دي بتلاقي ارتياح لدى الأعضاء في النادي الأهلي وتكون كمان الخدمة المقدمة على مستوى تطلعات المسؤولين في مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء النادي ومشاهدي القناة اللي تابعوا حضرتك في هذا الحوار إن شاء الله تتكرر اللقاءات ونسعد بتقييم التجربة بعد فترة من تشغيلها إن شاء الله إن شاء الله بشكر حضرتك شكراً جزيلاً وإتمنى لكم كمان التوسع والنجاح فيه على مستوى تعقداتكم وتفاقياتكم مع النادي الأهلي في المقام الأول وعلى مستوى الوسط الرياضي والوسط الكراوي والمنتخبات والتحاد الكرة المصري أو الاتحادات الرياضية المختلفة إن شاء الله إن شاء الله شكراً جزيلاً دكتور أمين الحميلي المدير التنفيذي لشركة TGMS أو طب جوب فور مديكال سلوشنز أسعدتنا مجودك معنا نهضة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لحضرتك وشاهدينا ابقوا معنا فقراتنا مستمرة بنشكر الدكتور أمين الحميلي ولكن بعد الفاصل فقراتنا مستمرة وحنصدف بعد قليل الكابتن حمدي أبو رابي اشتركوا في القناة